موسيقى عزيزا المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة برنامج لقائن خاص نستضيف اليوم عضو مجلس الشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ علي حسين البجيري أستاذ علي أهلا وسهلا بك بداية إذا تحدثنا عن الذكرى الرابعة ونحن على أبواب الذكرى الرابعة لتحرير محافظة عدن هناك الكثير من لبس حول ماذا تم في عدن بعد التحرير أين ذهبت المقاومة الجنوبية كيف تسلم المجلس الوطني الزمام الأمر في محافظة عدن كيف بالإمكان أن نضع المشاهد الكريم في صورة ما حدث في عدن منذ التحرير حتى اليوم شكرا أستاذ العزيز على استضافتكم لنا وبالنسبة لتحرير محافظة عدن هو مر بعدة مراحل وبعدة وجوه قيادية طبعا لا نستدرق للبدايات بل نبدأ من حيث انتهى الأمر بتحرير عدن كان ذلك على يد المقاوم البطل الأستاذ نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة حاليا في حكومة الشرعية طبعا كان هذا بعد مقتل اللواء الشهيد جعفر محمد سعد رحمه الله اللي هو محافظ محافظة عدن واللواء الركن علي ناصر هادي رحمهم الله هما كانوا يعني أيضا من الأوائل يعني في تحرير عدن وفي الأخير كان الأستاذ المقاوم البطل نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة هو قائد تحرير عدن يعني بكل صدق وبكل أمانة ولكن للأسف الشديد يعني نرى الأدعية اليوم يعني كثر كثروا الناس الذين يدعون أنهم حرروا عدن بينما الناس لا زالت يعني تعيش ولا زالوا الناس الذين كانوا في محافظة عدن يعني موجودين يعرفون الحقائق الأستاذ نايف البكري اليوم الذي هو كان قائد تحرير محافظة عدن هو اليوم شارد من محافظته هو لا يسمح له بالدخول يعني داخل أو العودة إلى محافظة عدن ويشنوا عليه يعني حملات مكثفة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأعلام وصوروه يعني للشعب كعدو بينما هو يعني ركن أساسي وهو محرر عدن إلى جانب أيضا كثير من الأخوان الذين هم من الأخوان الذين هم يعني من الحراك القنوبي للأسف الشديد الذين أقصوا واليوم هم في بيوتهم السيد علي نايف البكري لماذا تم منعه من العودة إلى عدن ليس فقط نايف البكري ربما هناك العشرات من الأشخاص الآخرين ممنوعون من العودة إلى عدن من يملك حق منع هؤلاء من العودة إلى بلادهم إلى أرضهم إلى مدينتهم بعد التحرير عدن مباشرة يعني أنقلب الأمر وأصبحوا الذين حرروا محافظة عدن أعداء في نظر يعني من استولى على المحافظة يعني ومسك يعني بزمام الأمور يعني فيها الإمارات أم المجلس الانتقالي؟ من المعني المقصود؟ الإمارات؟ الإمارات طبعا هي أول من سيطر على الأمر يعني كامل في محافظة عدن وهي من استلم الملف الأمني في محافظة عدن وسيطرت على كل شيء فاتخذت من المقاومة التي حررت محافظة عدن يعني أعداء فمنهم اليوم من قتل ومنهم من هو مغيب في السجون ومن هو من هو مشرد خارق البلاد وأولهم الأستاذ نايف البكر وزير الشباب والرياضة لماذا لجأت الإمارات لهذه الأساليب؟ ما هي مصلحتها؟ هي جزء من التحالف، التحالف قال أنه جاء لعادة الشرعية لليمن ما هي مصلحة الإمارات تحديدا من هذه الممارسات؟ والله يا أستاذي أقول لك بكل صراحة الإمارات لم تأتي من أجل مساعدة الشرعية أبدا ولم يكن في برنامجها مساعدة الشرعية أو مساعدة التحالف ولم تأتي لمحاربة المد الفارسي في بلادنا نكون صريحين مع بعضنا من أول يوم نحن يعني كمواطنيين وكشعب عرفنا حقائق يعني مرة وعرفنا أن الإمارات لم تأتي يعني لمساندة الشرعية ومساعدتها ومحاربة المد الفارسي كما تدعي بل أتت لتنفيذ إجندات خاصة بها يعني تخصها ولمصالحها الخاصة للأسف الشديد فهي صنعت من أول يوم مليشيات خاصة بها صنعت مليشيات تأتمر بأمرها خارجها عن نطاق الشرعية وخارجها عن نطاق يعني الرئيس وسلطته الشرعية في البلاد يعني وقامت بتسليح هذه المليشيات وقامت بتعبئة هذه المليشيات على أنه أي إنسان يعني لم يكن معنا هو أما أصلاحي وأما قاعدة وأما داعشي أصبحت للأسف الشديد يعني وصمة الإرهاب لسقه في يد الإمارات ومجلسها ما هي مصلحة الإمارات تحديدا في عدن؟ ماذا تريد من عدن يعني؟ وجودها في عدن لماذا؟ وجودها في الموانئة القريبة أيضا لماذا؟ هي أوجدت المجلس الانتقالي هذا ليكون أداة يعني أداة الضغط على الحكومة الشرعية اليمنية لتنفيذ الإجندة التي هي يعني تخطط لها هي يعني تريد الشريط الساحلي تريد القزر تريد ميناء عدن تريد أن تظل يعني مهمنا يعني على المطارات يعني في بلادنا والله يعلم ماذا يخرج من هذه المطارات ومن هذه الموانئة أربع سنوات نحن لا نعلم ولا الحكومة الشرعية تعلم ماذا يدخل وماذا يخرج من مطاراتنا ومن موانئنا طيب هذه المسؤولية تقع على مراقبة هذا الأداء الإماراتي الحكومة الشرعية لماذا لم تقوم بتقديم احتجاج دولي أو احتجاج رسمي أو حتى طلب إنهاء وجود الإمارات داخل للأسف الشديد موقف الحكومة الشرعية السلبي سلبي سلبي أنا أقولها لك صدق نحن نعرف وندرك أيضا أن الحكومة الشرعية وقعت في الفخ فيما بين دول التحالف ولكن هذا لا يعفيها عن اللوم الشعب اليمني وأيضا لوم الخارج لما يجري اليوم يعني في بلادنا من انتهاكات ومن اقتصاب ومن تهريب مخدرات ومن ضياء على شبابنا في يعني أمور يعني أباحية لا قدر ولا أستطيع أتكلم بها الآن يعني طيب أستاذ تحدثنا عن الحكومة الحكومة أيضا جزء كبير من الوزراء يذهبون بشكل مستمر إلى الإمارات جزء كبير من الأسؤولين يعيشون داخل السعودية كيف بالإمكان أن تكون هناك حكومة لها موقف وهي تأخذ معوناتها أو تأخذ مصارفها كما يقولون من الإمارات ومن السعودية شوف الخطأ الذي وقعت فيه الشرعية من أول يوم هو الاستعجال وعدم يعني وجود اتفاقيات فيما بين الشرعية وما بين هذه الدول هي دخلت بدون يعني شرط أو قيد وبدون أي رادع يعني ما فيش اتفاق يعني ملزم ممكن يعيدها إلى الصواب يعني هي تتصرف زي ما تريد لأنها وجدت الملعب يعني أمامها فاضي ونحن في هذا الأمر أيضا لا نلوم يعني الحكومة الشرعية يعني في اتفاقيات وما اتفاقيات في بداية الأمر لأن الأمر كان مستعجل وانتوا عارفين ماذا حصل حصل الغزو يعني يعني الحرس الجمهوري والحوثيين غزو عدن وغزو المحافظات الجنوبية بصورة مفاجئة فلم يتمكن الرئيس أو الحكومة الشرعية أنها تجري مفاوضات وتعمل اتفاقيات فكانت يعني على عجالة حصل أنه أتى يعني هذا الظرف يعني ودخلت يعني وأتى يعني وجود يعني دول التحالف يعني بصورة مفاجئة بدون اتفاقيات الآن أربع سنوات ولم يتغير الوضع بل ازداد سوءا اليوم هناك تقاسم سعودي إماراتي للأراضي اليمنية يعني السعودية تأخذ المحافظات جزء من المحافظات الشمالية والشرقية الإمارات تأخذ الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية كيف بالإمكان أن نقول أن التحالف أيضا يعني بإمكانه أن يغير استراتيجيته هذه الله نحن نشوف نصحنا وتكلمنا وكل الناس الخيرين والصادقين في اليمن والصحفيين والمثقفين والأعلاميين والقانونيين نصحوا وتكلموا لكن لم نجد إذن يعني صاغية لنصايحنا وكلامنا واللوم يعني في هذا يعود إلى الشرعية إلى الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء اليوم أما أن يكون لهم موقف صادق ويعرفوا أنهم يقودوا وطن ذو أهمية وطن ذو تاريخ وذو عراقه وذو أصاله يمن يعني عريق ولديه ثرواته ولديه يعني موقعه الجغرافي الهام في العالم يجب أن ينطلقوا من هذا المنطلق وأن يعني لا يكون موقفهم يعني ضعيف وأن يعرفوا أيضا ويعلموا أن دولة التحالف لم تأتي حبا في سواد عيوننا تحارب يعني في اليمن من أجلنا لا يكذبوا علينا لا يضللوا علينا ويقولوا نحن أتينا من أجلكم أو من أجل نحرركم يا اليمنيين لا هم أتوا بالدرجة الأولى لمحاربة يعني المد الفارسي ونفوذه خوفا من أن يصل إلى يعني بلدانهم يعني بعد أربع سنوات لا يبدو أن السعودية والإمارات والتحالف قضوا على المد الإيراني في اليمن مليشي الحوثي اليوم تتمدد اليوم مليشي الحوثي بالآن سيطرت على مناطق واسعة في الظالع في البيضة الحرب توقفت بشكل كامل في الجبهات الأخرى لا يشعر الحوثي أنه هناك ما نضغط عليه هل هذا جزء من سيناريو ترسمه السعودية والإمارات لعادة تقسيم اليمن على أساس جغرافي أو أساس مناطقي هذا لا يستبعد أولاً وقبل كل شيء يعني لهم أهداف عدة من جانب هما يريدون يعني إخماد اليمن وإضعافه والدق بنيته التحتية وإضعاف أهله يعني هذه الدرجة أولى والثاني أيضاً أنهم لديهم أطمع في الأرض الأمارات لها أطمع والسعودية لها أطمع فهم يعني لذلك طولوا الحرب وكانوا يفتكروا أن هذا الأمر لصالحهم بينما هذا الأمر سينقلب عليهم وبال وقريباً وسأذكرك هذا الكلام كان للمعركة يعني منفروض أن تحسن في خلال شهرين ثلاثة شهر لو لا يعني الأطمع والجشع ولولا تقاسم الأدوار المشبوهة التي رسموها فيما بينهم البين للمؤامرة على اليمن ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لليمن وأهلها ورد الله كيدهم في نحورهم الآن هم هي حانبة لهم هنا أنا أقولها لك صدق أما أن يكونوا جادين وصادقين ويتخلون عن الجشع والطمع عن الأرض اليمنية وأما والله إن الفاس سيقع في الرأس وأول من سيدفع الثمن هي المملكة العربية السعودية والشعب اليمني عندما يطفح كيلة وعندما يفيض صبره سيتحد مع بعضه البعض خلاص ما دام هذا الحوثي عدونا نعم لكن ما دامه العدو عاده لأن الأشد منه ضرر دخل ويريد أيضا الأبرار بناء أكثر سيتحد اليمنيين كلهم مؤتمر على حوثي على أصلاح على اشتراكه على كل الأحزاب هناك من يقول ردا على هذا الكلام بالضبط أن الحوثي مدعوم من قبل السعودية والإمارات تم دخوله اجتاح صنعاء بتسهيلات سعودية إماراتية اليوم لا يتعرض لضغط وبالتالي هو يبدو أنه جزء من المشهد الاتفاق الكامل بين السعودية والإمارات الحوثي الشريك في هذه اللعبة يعني الآن أنت شوف ما يجري الآن في الحدود وبعد اجتماع مجلس النواب في سيئون شوف ماذا جرى شوف التمثيليات والمسرحيات المفضوحة المفضوحة للشعب اليمني ومفضوحة للعالم يعني كل ماذا يجري اليوم في البيضة في حدود يافع وفي حدود الضالع هذا سيناريو وهذه تمثيليات ومسرحيات يعني معروفة ويجب على حكومة الشرعية أن تتنبه لها والإمارات لها يعني ضلع كبير في ما يجري الآن من مناوشات يعني في الحدود يعني الجنوبية مع الحوثي الحوثي والإمارات والمجلس الانتقالي وعسرة عفاش هم اليوم في يعني يعني يداً واحدة وهم اليوم متفقين على كل ما يجري الآن من تمثيليات ومسرحيات إذا لم تتنبه الحكومة الشرعية وإذا لم تتنبه المملكة العربية السعودية لممطعنها في الظهر فوالله أنها ستقع يعني أشد يعني وستعاني أشد المعاناة قريباً هناك من يقول أن ما يحدث الآن هو جزء من الثورة المضادة التي تستهدف العودة بجزء كبير من النظام السابق العودة بأسرة الرئيس المخلوع للسلطة وقفز على الواقع والتضحيات التي تمت خلال أربع سنوات للأسف الشديد هذا استهتار واستخفاف بدماء الشباب اليمني الذي يعني أريقت في ميادين الحرية والكرمة يريدون يعني طمس هذه الثورة ويريدون أهانة الشعب اليمني واستفزازه وأعادة النظام الذي فار عليه بالقوة ويريدون فرضه بالقوة ولكن هذا بعيد المنال بعيد المنال هم لن يكسبوا إلا الخزي والعار مع الشعب اليمني ولن يفرضوا علينا أدوات أنتهت وثار عليها الشعب وخرج الشعب كله في الميدان سفكت دماء وجرحت يعني دمرت بلدنا مئات أو آلاف الشباب والنساء والأطفال أين تروح هذه أين تروح دماء الشهداء ودماء الأحرار يعني من أجل يعني بمصلحة الأمارات أو السعودية يعني تتصرف زي ما تريد تعيد أن الأدوات هذه التي ثار عليها الشعب اليمني مستحيل مستحيل أنا أقول لك يا أخي مستحيل والشعب اليمني سيكون له موقف وستذكر كلامي هذا الشعب اليمني إلى الآن زاكد وصامد ولكنه سيثور وسيقوم وستكون اللعنة يعني ثار الشعب اليمني هذه المرة ستكون يعني سيكون يعني ستكون ثورته يعني القاسمة للأعداء العام الماضي لأول مرة خرج اليمنيين في المحافظة الجنوبية رافعين لافتات احتجاجية وأحرقوا علم السعودية والإمارات ردا على الانتهاكات التي تمت على إضعاف الحكومة على السجون السرية الإمارات لماذا تتحمد إذلال اليمنيين بشكل كبير جدا خاصة في قضية السجون السرية في قضية التعذيب الانتهاكات انتهاك الكرامة ماذا تريد من اليمنيين هي عندما أسست قامت بتأسيس المجلس الانتقالي اليمني هذا الجنوبي هي كانت تفتكر أن الشعب في الجنوب كله سيلتف حول هذا المجلس وهي طبعا أسست هذا المجلس وهي من تدعمه وهي من أوجدته فهي تعرف أن هذا المجلس أداه من أدواتها سيتحرك وفق يعني مصالحها وفق ما هي تريد ولكن الأحرار في المحافظات الجنوبية رفضوا هذا أولا وقبل كل شيء رفضوا رهن قضيتهم لديهم قضية وصلت على مستوى العالم كله العالم يعني ثار هذا الشعب في المحافظات الجنوبية وعرف العالم كله بثورته فوصلت إلى أعلى المراتب فكيف تأتي ترهن قضية شعب لدولة لها مصالحها ولها أجلتتها أنت رهنت قضيتك الآن بيد دولة تسعة يعني لمصالحها الخاصة لا همها انفصالك ولا تسعة من أجلك هي تسعة من أجل مصالحها من أينما حصلت مصالحها مع أي جهة مع أي حزب مع الدولة هي سترميك وستخذلك فللأسف الشديد يعني المجلس تأسس يعني لإجندة خاصة لكي يكون أداة الضغط على حكومة الشرعية أداة الضغط وقت ما يريدون شيء سيضغطون بمواسطة هذا المجلس لتحقيق ما يريدونه طيب المجلس هذا لم يحصل على أي اعتراف من أي أحد يعني حتى على مستوى الإقليمي ومستوى الدولي لا أحد يتخاطب مع هذا المجلس هل بإمكان هذا المجلس أو أي أحد أن يقول أنه يمثل القضية الجنوبية؟ هو لم يحصل على اعتراف لأنه الشعب في المحافظات الجنوبية كله يعني رفع صوته عاليا حول ما يجري من ممارساتهم من أول يوم استلموا السلاح واستلموا يعني المال من الأمارات مارسوا كل صنوف التعذيب وكل صنوف القهر والإذلال على الشعب في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن أوجدوا السيجون السرية وداهموا بيوت الناس الأبرياء تحت مسمى الإرهاب يعني أنت يا أم تكون معي وتمشي وفق سياستي التي أنا أريدها وإلا أنت قاعدي أنت داعشي أنت تركي أنت قطري أنت أخواني هذا التسميات لديهم كل شيء يرمو على شماعة الأصلاح وعلى شماعة تركيا وعلى شماعة قطر بينما قطر وتركيا والأخوان بريئين يا أخواني أنتم القوة الموجودة على الأرض السلاح بيدكم والأمن بيدكم وكل شيء بيدكم لماذا تتهمون الآخرين من المسؤول عن قضايا الاغتيالات في الأرض يعني أكثر من ثلاثين خطيب مسجد عشرات الضباط حتى المواطنين العاديين حالة اغتصاب وحالة إخفاء قسري كبير جدا ما المسؤول عن هذا؟ أين دور الحكومة الشعرية؟ الضباط الأماراتيين وهم يوجهون أوامرهم إلى ربايبهم أولهم هاني بن بريك ويسران المقتري وشلال شايع وأبو الإمامة وكثير من الأمنيين السريين الذين يعملون مع الإمارات بصفة سرية للاختطافات والأغتصابات والتوزيع المخدرات للأسف الشديد سنعود لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل المخدرات والسجون السرية والتعذيب لكن بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ علي حسين بيجيري عوض مجلس الشورى أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نعود لاستكمال الحوار مع ضيفي العزيز الأستاذ علي حسين البجيري عوض مجلس الشورى وعوض مؤتمر الحوار الوطني أستاذ علي كنا تحدثنا قبل الفاصل عن الفصائل المسلحة أو الميليشيات المدعومة من الإمارات هذه اليوم الانفلات الأمنية الكبيرة التي تشهدها عدن هو انفلات غير مبرر ومسيطرة عليه والدليل على ذلك كما يقول المراقبون أنه عندما يأتي مسؤول إماراتي أو مسؤول أجنبي يتم السيطرة على الوضع الأمني بشكل كامل لكن عندما يراد توجيه رسائل سياسية للحكومة أو للطراف أخرى تحدث عمليات الاغتيالات كيف بالإمكان أن نفهم هذا الوضع لماذا لا تريد الإمارات أن تعود عدن عاصمة لليمنيين طبعا يا أستاذي كما شرحت لك وقلت لك من قبل أن هذا المجلس هو مجلس للضغط وهذه الميليشيات المسلحة هي ميليشيات للضغط يعني لصالح الإمارات ولصالح أجندتها وقت ما تريد يعني تذقط أو تخرب الشارع أو تعمل فوضى تعمل وقت ما يعني عندما تزعل أو تغضب أو ترفض الحكومة اليمنية تنفذ لها شيء أو تتجاوم معها في شيء تلقى إلى الشارع بموجب ميليشياتها التي هي تحت أمرتها هذه الميليشيات المسلحة لا تأتمر للشرعية خارج نطاق الشرعية وما يجري في عدن هو خارج نطاق الشرعية هو يعني تتحملها الإمارات وضباطها وميليشياتها والمجلس الانتقالي والسجون السرية يا سيدي ما لانا إلى الآن وكل المسجونين للأسف الشديد تجدهم من الشباب الذين قاتلوا في عدن باستماتة والذين حرروا عدن وكانت لهم مواقف بطولية لا يريدون أحد هؤلاء الذين أتوا اليوم إلى عدن وهم اليوم رأس في المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكونوا موجودين في عدن يومها لم يكن الزبيدي موجود في عدن ولم يكن هاني ولم يكن شلال شايع موجود في عدن ومعظمهم أيضا كانوا مع النظام السابق عندك أحمد سعيد بن بريك كان مع علي عبد الله صالح إلى آخر يوم بن لملس كان مع علي عبد الله صالح وفي الحرب إلى آخر يوم ولم يكنوا حاضرين اليوم الذين كانوا يقاتلون وأولهم نايف البكري مشرد في السعودية ممنوع يعني يعود إلى بلده وهو من قام يعني بتحرير عدن ومن وقف مواقف بطولية وكان يصول ويجول في الجولات في جولات الحرب اليوم يعني هو متهم هو يعني أخوانجي على قولهم هو تركي هو عراقي قطري قطري ومن هذه التسميات كل الجرائم التي ارتكبوها في عدن والقتل والاقتصابات ينسبوها إلى إلى قطر وإلى الأخوان وهم من وراءها هم الأخوان ليس لهم يعني جيش ولا أمن في عدن وقطر ليس لها جيش ولا أمن في عدن وتركيا ليس لها جيش ولا أمن في عدن هم ماسكين عدن وقابضين بقبضها من حديد هم أنصار الأمارات ومليشياتها الأيقل無 fan هاني بن بريك رائب الاسم يسانتقالي كان مع ولي الألم مع ولي الأمر ومع الرئيس هادي ومع الشرع ويقول فجأة تحول إلى ولي الأمر إلى ولي النعمة من ولي الأمر إلى ولي النعمة قرش يلعب حمران العيون على قول الهاشمة الله يرحمه قال القرش يلعب حمران العيون هاني بن بريك للأسف الشديد هو كان فعلا سلفي معتدل مع ولي الأمر وكان توجهه مع ولي الأمر ومع الوحدة اليمنية لدرجة أنه أفتى أن أي إنسان يخرج عن الوحدة اليمنية هو كافر وفجأة ما بين ليلة وضحاها انقلب إلى انفصاله وانقلب إلى مناصر للأمارات وطبعا إنسان تم شراءه هو وغيره من الأشخاص للأسف الشديد الذين ذلوا أنفسهم وذلوا اليمن وذلوا الأرض والإنسان طيب أستاذ علي هناك عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية ظهروا قبل فترة يصرحوا أنه لا توجد هناك أي سجون سرية في عدن وأن هذه واحدة من الأكاذيب بما في ذلك يعني من يفترض بهم أن يديروا هذا الملف الأمني من باعوا ضمائرهم واستلموا شيكات الأمارات طبعا ينفون هم ليمثلون اليمن هؤلاء أي إنسان ينفي حقائق ويكذب على شعب كامل لا نعترف به ولا يعترف به الشعب إذا هو استلم يعني نصيبه من الكعكة كعكة التآمر والخيانة على الوطن هذا شانه ولكنه ينفي شيء واقع ما يقدر ينفيه السجون موجودة يا سيدي يوميا هناك مئات الأمهات يتظاهر في عدن والسجون موجودة والأسراء منهم من قضى نحبة ومنهم من هو مجنون في الشارع مصاب بحالة نفسية ومن هو من هو مريض يعني في بيته يعني موجودين ما يقدروا ينكروا سجون سرية بأي حق ينكرها لخشع أو الميسري ينكر سجون سرية واضحة أمام العيان للشعب كله عيب هذا عيب في حقهم وفي حق وطنهم وفي حق شعبهم عيب ولن يسمحه ولن يغفر لهم التاريخ هذا الكلام سيسجل لهم التاريخ هذا المواقف يعني بحرف سوداء للأسف شديد موقف الميسري كيف تغير قبل زيارة الإمارات وبعد عودته من إمارات والله الميسري شوف يعني كان يعول عليه الشعب كثير يعني وأنا لا أقول في حق شيء ولا أخونه ولكن موقفه من بعد زيارته للأمارات يعني متغير يعني تماما يعني وإلا بالله عليك يا أخي كيف يسمح لهذه الأنفلات الموجود داخل عدن وهو وزير داخلية يا أخي بس تحي على نفسي أقسم بالله لو أنا وزير داخلية أو مدير أمن في عدن أقسم بالله ما بقيت دقيقة واحدة لأنه عيب عيب في حقي أن أبقى مسؤول يعني في قمة السلطة والشعب يداس والشعب يختطف والاغصابات موجودة والمخدرات التوزع في الشوارع والقتل اليومي يعني في الشوارع على كيف على ذكرها الإنفلات الأمي كان هناك تصريحات لمدير أمن عدن بعد اغتيال الشهيد جعفر سعيد محافظ عدن قال أنه تم إلقاء القبض على قتلة الشهيد وكذلك بعد مقتل الشيخ الراوي ظهر نفس الشلال شاعع ويقول أنه تم إلقاء القبض على القتلة وإلى اليوم لم يقدم أي أحد من القتلة هذه القيادات للأسف الشديد طلعت بالتلميع الأعلامي الكاذب يا سيدي وكشفتها الأيام طلعوا بالأعلام المخادع والمرأي الكذاب الذي لا له أساس من الصحة طلعوا فجأة من يعني من الشارع بتمثيليات ومسرحيات ما جرى في السابق في الأيام يعني في بداية المعركة أيام ضبعا كانت مسرحيات من هذاك اليوم بدأت المسرحيات والتمثيليات الله يحفظك وإسان وبدأ التلميع الكاذب لمعوا لك يعني الديك أسد والأسد يرجعوه يعني دجاجه يعني في لحظات هكذا يعني تلميع مخادع وكذاب يعني ما لا له أساس من الصحة أستاذ إذا انتقلنا لملف آخر ملف الثروات المنهوبة اليوم اليمن الغاز والنفط اليمني ممنوعا من التصدير هناك موانئ في شبوة هناك موانئ في حظرمت أيضا تسيطر عليها الإمارات وتمنع استغلال هذه الثروات لصالحة اليمنيين للأسف الشديد ثروتنا أولا السمكية أربع سنوات اليوم وهي يعني والأمارات يعني تأخذ يعني الثروة السمكية يعني يعني أربع شركات عملاقة موجودة أربع شركات أماراتية موجودة تصطاد الأسماك يعني في كل الشواطئنا يعني البحرية فيه المهرف فيه شبوة فيه حدن فيه أبيان فيه سقطرة يعني للأسف الشديد أربع سنوات وهي تستثمر يعني الثروة السمكية لا حسابها الخاص تغطي سوقها المحلي بالثروة السمكية اليمنية بينما تمنع الصيادين اليمنيين من ممارسة الصيد مما جعل الكيلو الصيد اليوم في المحافظات المحررة يعني أقول لك سعر الذهب يعني أصبح صعب المنال على المواطنة أن يشتري كيلو يعني سمك للقس صنف الصيادين فقدوا وظائفهم نعم العام الماضي في الخوخة السفينة إماراتية ألقت أو قتلت أكثر من 25 صيادا في المياه الأقليمية اليمنية وهم يحاولوا الاستياد من الخوخة يعني هذه جرائم كلها من قتل 32 عالم دين وحافظ كتاب الله لن يتوارى عن قتل أي إنسان آخر إذا كانهم يعني قتلوا حافظت كتاب الله وإمة المساجد الناس الذين لا يؤمنون بالعنف ولا يؤمنون بالغلو وتشدد وضد الإرهاب هؤلاء تم قتلهم فما بالك في صياد ولا في مواطن عادي من قتل عالم دين لن يتوارى عن قتل أي إنسان عادي لماذا تمنع الإمارات تصدير النفط والغاز اليمني طبعا هي يعني إلى جانب الثروة السمكية هي أيضا مستولة على الثروة البترولية والغازية في شبوة وتصدرها لحسابها من أربع سنوات يا أستاذي العزيز معنا بعض أغبياء ما يفهمون صحنا وتكلمنا ونصحنا قالوا أنت أخواني أنت قطري أنت تركي هذا التهم الفاضية أنت عميل أنت ونحن والله لسنا عملاء يشهد الله أننا غيرين على الوطن وعلى كرامة الوطن وندافع عن الوطن وندافع عنهم هم هذون الأغبياء لكن لا يفهمون ولا يفقهون الأمارات تعطيهم الفتاة من ثروة أرضهم تعطيهم الفتاة من ثروة أرضهم وتدعي أنها تصرف عليهم من خزينتها والله أنها لا تصرف من خزينتها فلس واحد بل أنها المستفيدة وتصرف على هؤلاء المرتزقة من الفتاة من فروة الأرض فروة أرضنا للأسف الشديد فمن يفهم هل بيعودوا إلى الصواب هؤلاء المغرر بهم هل بيفهموا ماذا يجري وماذا يحاك الإمارات تريد طمس هويتنا الإسلامية هذه وطمس هويتنا العربية وطمس تاريخنا الحضاري والإنساني العريق اليوم هناك تحف وقطع أثرية كبيرة تهرب للإمارات وتباع لها نعم وصلت إلى أنها تسرق التاريخ والموروث الحضاري اليمني سرقت الآثار سرقت ذو قيمة كل ذو قيمة خاصة في جزيرة سقطرة في عدن أخذته نهبته يعني بصورة متعمدة وهذا حق لن يسقط مع التقادم سنطالب بعودة كل قطعة أثرية أو تاريخية تم نهبها من بلادنا وستقدم الأمارات للمحاكمة ستذكر كلامي هذا قريبا ملفها مليء بالفضائح في هذا الموضوع هل مجلس الشورى كمؤسسة تابعة الشرعية لديها مثلا خطوة في هذا المجال أو حتى البرلمان أو أي جهة حكومية رسمية تستطيع تقديم ملفات بهذه الجرائم أنا من خلال هذه القناة الكريمة أدعو مجلس النواب الجديد ورئيسه الشيخة سلطان البركاني إلى أن يكونوا مشرعين لليمن لا أن يكونوا مشرعين لإحتلال اليمن والانتقاس من سيادتها سيلعنكم التاريخ يا سلطان البركاني أنتوا نواب الشعب واحدا واحدا أن أنتم رضيتم أو فرطتم في شبر من أرض اليمن أو أنتم استلمتم قيمة التفريق سيلعنكم التاريخ وسيثور عليكم ولن تتهنوا بالأموال الحرام وطنكم أبقى والكرامة أبقى يجب أن تحافظوا على كرامة اليمن وعلى سيادة أراضيه الآن الشعب يعول عليكم والشعب الآن بدأ يعني يشعر بارتياح أنه أنتم ستبسطون يعني نفوذ الدولة في كل شبر وفي كل محافظة وفي كل مديرية في اليمن ليشعر الشعب اليمني بالأمن والأمان ومن خلال هذه القناة أطالب مجلس النواب ورئيسه فأن يستدعي وزير الداخلية الميسري وأن يستدعي مدير أمن عدم وأن يستدعي المدعو يسران المقتري وأبو الإمامة ليسألهم عن ماذا يجري داخل عدم وأن ينهو الإزدواجية الموجودة داخل عدم وأن يخضعوا هذه القوات الخارجة عن شرعية الدولة للدولة ما لم يقدم استقالتهم هل تعتقد أن مجلس النواب بإمكانه أن يلعب دور مختلف؟ أو أنه سيستمر في نفس الدوامة؟ هو عقد ورفع جلساته إلى أجل غير مسمى؟ هل ما زال بالإمكان أن نراهن على هذا المجلس؟ مجلس النواب يعني مجلس تشريعي للبلد منتخب من قبل الشعب كله يعني في حينها وهو قادر يستدعي الآن أي جهة أو أي فاسد ويحاسبه ويشرح للشعب ويظهر للشعب من هو هذا الفاسد ومن هو هذا المتلاعب أو السارق قبل هذا هذا إذا كان مجلس نواب يخص اليمن ويمثل اليمن ويمثل ناخبه أما إذا كان انحرف مسارهم أو جروا بعد الأغراءات هذا شانهم كيف سيجتمعهم خارج البلد يعني الآن انتهى البرلمان وغادروا وكل عاد إلى المكان الذي هو فيه كيف بالإمكان أنه عندما لا يكون البرلمان داخل اليمن والحكومة داخل اليمن والرئيس ونائبه داخل اليمن كيف بالإمكان أن تسير الأمور بشكل مختلف أنا أعتقد يا أستاذ العزيز أن الأيام القليلة القادمة تحمل بشاير خير للشعب اليمني وأنا أحس وأشعر أنه هناك فيه أمور يعني تجري يعني سرية أنا أقول هذا الكلام يعني بصفتي الخاصة لا أتكلم باسم الدولة أو باسم أحد يعني أعتقد أنه فيه أمور يعني سرية تمشي لصالح اليمن وأنه فيه أتفاقيات الآن ستقلب الأمور رأسا على عقب وستعود الحكومة وسيعود الرئيس وسيعود مجلس النواب ويجتمع في عدن وفي صنعاء وفي كل مكان قريبا إن شاء الله هناك من يقول أن هناك صراع سعودي إماراتي تحت السطح يعني وربما ذهاب قوات سعودية إلى سيئون هو جزء من هذا الصراع خاصة أن حضر موت الوادي تريدها السعودية والإمارات سيطرت على الساحل ما بني على باطل فهو باطل السعوديين والأماراتيين سيتواجهوا قريبا وستذكر كلامي هذا لأنهم دخلوا على مطامع لم يدخلوا يعني إلى اليمن يعني حسب الهدف المعلن أبدا هم دخلوا لمطامع تخصهم للأسف الشديد والجشع وطمع يخصهم ولكن سينقلب السحر على السحر الأرض اليمنية بعيد عليهم والله لن يشلوا شبر منها والله لن يشلوا شبر منها أنا أقول لك هذا الكلام ولعنت الله على أي يمني شيخ أو وزير أو رئيس أو نائب رئيس أو رئيس وزراء يسكت أو يرضى بهذا من رضي من رضي على أرضه فهو سيرضى على أرضه أقول لك أن الشعب اليمني سيذور عن بكرة أبيه ولن يعطيهم الأرض صح الآن السعوديين في المهرة اتطاولوا ولكن المهرة لها رجالها وأنت طبعا سمعت في الشيخ علي سالم الحريزي أحد وجاهات محافظة المهرة ورجالها الأشاوس والقبائل من حوله هم قائمين بكل جدارة وبكل قوة ورافضين الوجود السعودي وصلت الأمور إلى أنهم يرسلوا رسائل للسعوديين نقول لهم يا أخوان نحن جيران يجب أن تحترموا حق الجيرة وتعودوا إلى بلدكم ما لكم عندنا شيء ولا لنا عندكم شيء لا أخي بالله عليك هل يريدنا السعود أن نطالبهم بعد شهرين أو ثلاثة شهر ونظل على أبواب سفارتهم نطالب فيزة دخول إلى المهرة أو إلى سقطرة يعني إذا كان اليمني ما يقدر يمر مرور ترانزيت في بلادهم اليوم فوق الأرافل التي أخذوها يريدون الآن أن يأخذوا المهرة والسقطرة ونجي طالبهم بكرة في فيزة ندخل بلدنا بعيد عليهم هذا الكلام لماذا لا يخرج الرئيس هادي ونائبه ويقول هذا الكلام للناس يقول ماذا يدور حقيقة الوضع الضغوط الذي يتعرضوا لها لماذا الصمت هذا؟ التاريخ لا يرحم والله هذا مسجل لهم قسما بالله وضعفهم هذا مسجل لهم ومردود عليهم أنا أقول للرئيس وأقول للناب أن سكوتكم عار عليكم يا أخواني تعاملوا بالند أنتم قادة اليمن تعرفوا ما هو اليمن؟ اليمن الشموخ اليمن الكبريا اليمن الحضارة الأصالة لماذا تكون موقفكم ضعيف إمام أولاد الأمس الذي لا لهم ماضي ولا حاضر مشرف ما يجوز هذا الكلام أنا أيضا أوجه رسالتي هذا لكل وزير يمني أن يكون حر وأن يتقابل مع أي وزير من أي بلد آخر بشموخ وكبريا لا بالذل والأهانة لأنه عيب في حقنا عيب في حق الشعب اليمني عيب في تاريخنا عيب في حضارتنا عيب في الأزم الكبير لليمن اليمن ستكون لها ليد الطولة ولكنكم أنتم تريدون اليمن تكون لها ليد السفلة دائما لدينا كل الأمكانيات لدينا الثروات الهائلة لدينا البترول لدينا الغاز لدينا الثروة السمكية لدينا الموقع الجغرافي الهام الذي لا يوجد في العالم كله لدينا ثاني أهم ميناء في العالم ميناء عدن لدينا جهرة العالم وأم الجزر جزيرة سقدرة بأمكانها أن تكون قبلة للسياحة العالمية ودخلها سيكون بمفردها كدخل دولة الأمارات من النفط فقط الجزيرة أيضاً لدينا السياحة ستكون اليمن قبلة للسياحة الأقليمية والدولية إذا تم إصلاح الوضع والخلل إذا تخلينا عن الجشع إذا تخلينا عن الأنانية إذا تخلينا عن العمالة والنذالة نبيع أرضنا وشرفنا ونظل يعني ضعفاء أمام الناس الذين يدوسون كرامتنا وكرامة شعبنا أستحو قليل أيها الوزراء أستحو قليل على أنفسكم شوفوا الذل الذي يلاقيه المواطن اليمني والمغترب اليمني في كل بلدان العالم انظروا إلى جوازكم كيف أصبح مهان لدى كل العالم نستحي والله اليوم أننا نستحي عندما نخرج الجواز اليوم اليمني في كل دولة من دول العالم وأنتم من أوصلنا إلى هذا المستوى ومن قبلكم أوصلنا المخلوع فهو سبب كل بلاء اليمن وعلى لليمن وأيضا الحوثيين نفس الشيء يتحملوا المسؤولين في ما جرى لليمن من ضعف وهوان ودمار وخراب نتمنى أن يسمع المسؤولين هذا هذه الصرخة التي تخرج من القلب ونتمنى أن تفرج الأوضاع وتعود اليمن إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله داهمنا الوقت أستاذ علي وشكرا جزيلا لحضورك معنا عزائنا المشاهدين في اختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ علي حسين البجيري عضم مجلس الشرى وعضم مؤتمر الحوار اليمني كونوا معنا في حلقة قادمة ونستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة